اشتركوا في القناة هيا لنبدأ هذه المقولة نشرتها وزارة التغذية البريطانية حثت فيها الناس على تناول الجزر حتى يتمكنوا من العمل خلال الليل عند القطاع الكهرباء وبررت فيها الحكومة البريطانية قدرة الطيارين الحربيين على تحديد موقع الطائرات المانية غصفها أثناء الليل يقالوا أن بريطانيا اخترعت رادار جديد كانت تستخدمه في قصف الطائرات الألمانية وحاولت إخفاء الأمر بحجة أن الجزر يقوي النظر إن الجزر يحتوي على مادة الكاروتين هي مادة يستخدمها الجسم لتصنيع فيتامين A والذي بدوره يساعد على تحويل الضوء إلى إشارة يمكن أن تنتقل إلى الدماغ لكن يا صديقي هذه المادة لا تكفي وحدها كي تقوي النظر وتحمل عين من الأمراض هناك مصادر كثيرة أغنى من الجزر بالمادة المذكورة مثل البطاطا الحلوة إذن ما يمكننا أن نصل إليه من مقولة أن الجزر يقوي النظر هي مجرد أقدوبة مصدرها خدعة استخدمها البريطانيون لتضليل الألمان الذين هاجموهم بطائراتهم وفي النهاية أصدقائي أتمنى أن يكون هذا الفيديو قد نال إعجابكم وأيضا لا تنسوا إعطاءنا آراءكم في التعليقات حول هذه المقولة هل ما زلتم تصدقونها وشكرا لكم على المتابعة دمتم في أمان اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر